السلام عليكم نايدا بين بنت للا مننا بنت الاساس سمي اقريوط العظم ما سهلاتش هاتش اللي قالوا عليها الناس اه دونيا بوطازوت واخيرا اشاعة بينات لي الصديق من العدو والحسود هاتشي كامل قليت تعرفوه تابعو الفيديو كامل السلام عليكم ومنحبا بكم معي اه اول مرة كتشفوا القناة ديروا متابعة وسبسكرايب باش يوصلكم الجديد ما تبخلوش الياب اللايكات ديالكم وبالتعليقات بارح من لنزلات دونيا بوطازوت ستوري كتعلن في الاعتزال ديال هالفن وقالت فيش اللي حواج قالت هم تقدروا ترجعوا للفيديو السابق ولا الفيديو اللي قبل منو عاد تلقى واني حطيت شنو قالت قالت لكم انا كان اعتزل هاد الفن وهاد المهم وبالتلات صورة ديال بروفيل كتبات فيها قولي لدي اذاك ان الله لا ينسى من بعد واحد شوية هنا سامي اقريو اه نزلت هي احتزالي ويتكتب انا اعتزلت انا اعتزلت الغرام كتباتها في استوري هذا ان دل على شيء فانما يدل على شان وغوليكم كل شيء قال عليها برهوشة هذا اكتصرف لدارس انه ما تصرف برهوش وانا وانا الناس اه تعودوا له اننا انسانة فنانا راقية وفنانا يعني ما تبصلش لذلك المستوى بدوك لكي ينشروا الغسيل ديالهم في استوريات وفي هذا لا 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 ما كناش معتقدين وممتصورينش انه سامي اقريو غادي تدير بحال هاد الفعل هذا من لي هذا المدير اعمال ديال دنيا بوتازوت نفى الخبر ديال الاعتزال وقال باللي ان الحساب ديال دنيا دنيا فقط غايت اه اختار قوب ومشيليها وانا ماشي هي اللي اكتبت هذك الشي هذا ما كان سامي اقريو دل هذك التصرف فاش جاوبتها ولكن هنا يصبح اه دنيا بتزوت جاوبتها مع ثلاثهاج وقالت صبح النور حبابي الخبر غير صح بالمرة وانا كاخ عادو اقتحم حسابي وغير فيه الكثير من الاشياء تفاصيل عنه تفاصيل عند مدير اعمالي ايوب شكرا لكم على حبيكم اشاعة بينت لي الصادق من العادو والحسود والحاقود وانا لم اعتزل الغرام ولا زلت احب وحبيبي يحبوني ربما ما نعرفش نعبر حيث احنا غير بنات الاساس وهذا هو المكتوب وما جاي غير الخير باذن الله وقواتي وجبروتي وسالينا احبكم هادش اللي قالت دنيا بوطازوت وصراحة دنيا بوطازوت واحد فينا واحد الممثلة صراحة ماشي ماشي سامي اقريو سبقاتها بالتمثيل ولكن دنيا بوطازوت غطات عليها نهائيا ما فهمت شو المشكل بناتهم ولكن سامي اقريو بنات السم ديالها وهذا ما كان اه انتو ما واش مع حزب دنيا بوطازوت والحزب بنات الاساس ولا حزب للا مننا خلو بيها التعليق ديالكم اه لتحت وواش هذا تصرف اللي دارت اه سامي اقريو تصرف لها كممثلة ما عرفنا هاش حال هادو كيف ما كان عرفوا هاداب يعني نوصلنا نهاية الفيديو الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله ما تنسوا لا تابع القناة وسبسكرايب ولايك ازو ترقا ديالكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله